اهلا بكم في حالة جيدة من سلسلة النيمدر اكشن النهار ده معنا تفاعل اسمه wolf the arrangement هناخد كده يعزي مكتطف كده في النص ما بين الحاجات اللي بتستخدم تفاعلات كتيرة بقى في wolf the arrangement في اندرت في شميت في كذا واحد كل مرة يعتمدوا على حدة النايتروجين ستتكلم عن الازو او الاوكزيم او اللي بتبقى فيها تلاتة نيتروجين بقى اسمها ازايد كل الحاجات اللي فيها نايتروجين بيحصلان النايتروجين ففي شوية علماء كده يعملوا شوية استبدالات وحاجات فهنحاول ناخدهم كلهم مرة واحد طيب في التفاعل بتاعنا النهاردة wolf the arrangement قالك انت بتعمل يعني اعادة ترتيب لواحد واثنين rearrangement يعني زوريتين متجاورين جنب بعض ليه بقى؟ بتحول الالفا دايازو كيتون فين الالفا دايازو كيتون؟ انت عارف مجموعة الدايزونيوم تفاكر لما كلها بناخد الدايز والحاجات دي اللي هي مجموعة الانتريبل بوند ان اللي عليها بوزيتف اتشوش بيها بالنسبة لمجموعة كربونايل فهي متصلة بيها فبنسميها الفا دايازو كيتون مالهد الفا دايازو كيتون ده؟ احنا بنحاولها من طريق wolf the arrangement بننزع منها النايتروجين دي وبنحاولها حاجة اسمها الكيتين الكيتين اللي هي C double bond C double bond O دي مجموعة الكيتين واللي مشهورة جدا بتدخل في تفاعلات كتيرة من ضمنها البيروسايكل كرياكشن وتفاعل 2 plus 2 اللي بتمشي بالفوتو كيميكال فالكيتين مشهورة جدا بتكون الحلقة الربعية فانت بتكون عايز تحضر مركبتي الكيتين ده ازاي احضرها فولف رياليجيمنت قالك اول تحضير بالنسبة لها اه تمام؟ خلينا نشوف بقى انت كده كتبت التفاعل العام بتاع خلينا نشوف الميكانزم هيتم ازاي؟ التفاعلات اه التفاعل الاول ميكانزم اللي هنكتبه انا دخلت لك على طوله من اول الالفا ضيازو كيتون طب انا احضر الالفا ضيازو كيتون ده ازاي؟ ممكن برضا ده سؤال يعني يبقى انت عايز اجابته فانت تحضروا من كيتون متصل بيه هلايد عادي يعني لسه من نقطة الصفر من البداية وحط معا بيز قالك البيز ده يبقى يكون فيه كاربونا وهو اللي متصل بمجموعة الضيازو الكاربونا دي عليها نجا ديفتشارج ودي عليها بوزيتفتشارج ان النايتجون هنا ربعية والسي اشيتو هنا نايسها رابطة فبالتالي هي معاها اكسز النيا ترتبط بربطة اي فقالك ده هتروح يهجيم لي على الاكسجين دي بس مش هتعمل لي الربطة فوقها لا ده هتطير للسي الياه السي الى كده قضت مهمتها فهترتبط بها نقول نا والناتج بتاعها هيكون ادل ار المتصلة بدبل بوند او سابتة زي ما هي ودي بيت متصلة بسي اتشيتو سي اتشيتو متصلة ان تريبل بوند ان اللي عليها بوزيتف اتشارج تمام كده تمام طيب قالك بقى بعدين هتجيب لي بيز بيز عادي جدا اي حاجة زي ما انت تحب هياخد لي هايدروجينا من هنا تمام اخد هايدروجينا من هدا والهايدروجينا دي سابت لي نيجاتف اتشارج هنا ده كله شغلنا عادي ده الوضع الطبيعي مفيش حاجة جديدة وهنا ان تريبل بوند ان عليها بوزيتف اتشارج ودي عليها نيجاتف اتشارج تمام ده انت بدأت تتكون في البداية ده اسمه اضفة ضيازو كيتون اللي هو خلاص ده بقى اللي هو اللي احنا كنا بدقين بمن شوية اللي انا كنت عايز ان انا اطلع ده الشكل بتاعه خلاص هنا من هنا بقى ابدأ الجد ده بقى ابدأت تتفاعل كنت عايز تبدأ من البداية من هنا لا بقس عايز تبدأ من هنا برضو لا بقس زي ما تحب بعد كده قالك استخدم لي كتاليس بيسموه ترانزيشان متال باستخدم معي كا انترميديات بتدخل في التفاعل عشان تطلع لي مركبات الكربين مركبات الكربين احنا كنا اخدناها قبل كده اللي هي كاربونا بيبقى عليها لون بيرو فالكترون مش نيجاتف تشارجي لا لون بيرو فالترانزيشان متال ده هيعمل لي الحركة دي فهتبقى هنا هتطلع لي دي هتطير برا المركب قلت ناقس اني تو على طول ويتبقى ار دابل بوند سي اتش يعني متصلة بهايدرجين هنا تمام وعليها لون بيرو عليها لون بير باس لان الترانزيشان متال دي هو اللي عملت كده تمام فبنسميها كيتو لانها متصلة بكيتون كاربين ودي المرة تانية اللي حضر فيها الكاربين عندنا في القناة ممكن نبقى انجمع مركبات الكاربين واستخدامتها بعدين تمام احنا بعد ما حضرنا الكاربين خلاص انت كتبت لحد الان اللي انا كتبدا خلاص كل الفكرة احنا نعمل حاجة اسمها واحد واثنين اه شفت يعني هنقل مجموعة السي اه مجموعة الار دي اي ان كانت مجموعة الار دي وانقلها الناحى التانية فانا هعزر ده انا ده اخر استروكشور احنا وصلنا لي دابل بوند او ده السي اتش وده اللي عليها اللون بير لهمة الكاربين هتعمل لي واحد واثنين شفت يعني هتنقل دي هتوديها هناك تمام دي هتيجي هنا و اللون بير بتاع دول هيرجعوا لي يعملوا لي دابل بوند هنا حلو كده بس كده وتكونت لي سي دابل بوند سي دابل بوند او بس كده يبقى هنا تبقى السي المتصل بها اله ما حصلهاش حاجه والقارق اللي جتلها لسه جديده وبقى فيه دابل بوند هنا لان دول جمهت هنا ودي فيها كاربون اللي هي الكاربون اللي في النص دي مراحلش في حتة والكاربون دي متصله بدابل بوند او وهو ده المركب اللي احنا كنا بنحضره الوقتي بتاع المركب اللي احنا بنحاولي الكيتينز من الكاربين حاولنا الكيتينز لو كنت بدأت من الالفا دايازو كيتون من البداية كانت تدخل منا خطوطين بالزرط بتحضر لكن احنا فضلنا ان احنا نحضر الالفا دايازو كيتون من البداية عشان بالنسبة لك تكون سهل والمركب ده اسمها كيتينز تمام دين اساس وولف دي الانجبينت سهل جدا والعايزة وصله لك بهنا ان في مراكبات الديزونيوم دي بتدخل كتير جدا الهدف بس انها يتم استبدالها في شكل انته عشان حاجة تانية تدخل مكانها او يحصل حتة انه يتنقل من موضع لموضع فاول ما بتشوف يعني ده موجود في المراكب اعرف انه يحصل عندك حكاية شفت او هيتنقل منك من مكان لمكان فانت بتبقى جاهز او مستوعب على طول ان دي هتتنقل هنا وان في حاجة تكون عندك اسمها مراكبات الكربين ويعني الموضع بيمشي معاك كده تدجين هتشوف اللي هنعمله ده المرة الجاية في الفيديو بتاع ارند هوموليجنيشن ده هناخد في نفس التفاعد ده مرة تانية مرة تانية حرفين ولكن باستخدام اسد هنبدأ باسد وهنوصل لنفس المراكب اللي احنا وصلنا له ده بس مش هنقف هنا هنكمل لحد ما نوصل لمراكب اسد مرة يعني هنبدأ باسد وهننتهي باسد ولكن الاسد ده هيكون زيادة في كربونة زيادة في كربونة مش عايزين نحرق لحداث كده ولكن التفاعل ده مهم جدا لانه هناخده تاني المرة جاية ولكن اتمنى كونس تفاعد دون التفاعد في الفيديو قد مرس المرسل المرسل